كتبت الحرب قصص نزوح كثيرة على هامش البلاد حكاية حسن مرشد ونزوحه مع أسرته من قرية الكدحة في تعز إحدى هذه القصص المؤلمة إذ لم تكتفي الحرب بتشريد عائلته بل أودت بحياة طفله الرضيع ذي الأشهر الستة بعد أن عان من سوء التغذية يبلغ حسن 27 عاما من العمر وهو أب لأربعة أطفال عصفت بهم الحرب كحال آلاف الأسر اليمنية فاضطرها للنزوح هربا من حصار ميليشيا الحوثي بحثا عن مكان آمن وبعد رحلة استمرت يومين مشيا على الأقدام استقر به الحال في إحدى قرى عزرة الدبع بريف المحافظة في مكان خالن المقومات المعيشية والبشرية وهنا نصبت عائلة مرشد هذه الخيمة أما لم في أن تقيهم من برد الليل وقيض النهار قبل عامين ونصف استحب حسن أسرته هاربا من الحرب ليواجه مصاعب أثقلت كاهلة وخصوصا أن أثنتين من بناته الصغيرات تعانيان من الإعاقة ولا تستطيعان السير على قدميهما عاماني ونصف من النزوح عاش حسن وأسرته بعيدا عن منزله في منطقة الكدحة منتظرا فك الحصار عن المدينة يقف هنا في مواجهات المعاناة على أمل العودة إلى جذوره يوما ما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر